بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل القرآن فرقانا بين الحق والباطل والخير والشر والهدى والضلال والحلال والحرام ففتح الله به آدانا صمى وعيونا عمية وقلوبا غلفة فنقلهم من الشرك إلى التوحيد ومن الظلمات إلى النور ومن الضلال إلى الهدى ومن الفوضى إلى النظام ومن الفرقة إلى الاتحاد ومن الأترة إلى الإيطار والصلاة والسلام على سيد الأبرار سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام الذي تخلق بآذاب القرآن كما قالت أمنا عائشة رضي الله عنها حينما سئلت عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على هديه إلى يوم الدين أما بعد أيها الفضلاء أيها الأحباب الكرام موضوع درسنا اليوم هو الخاتم النبي النبوي هذا الخاتم هذا الخاتم انظروا إليه فإذا أنت هذا القلب هذا متلت متلت هذا قلبه أنه متلت محاط ب باسم الله الرحمن الرحيم بسلاطين الأربعة جبرائيل ميكائيل إسرافيل عزرائيل وبأنهار من ماء غير آسين وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لدة للشاربين وأنهار من عسل مصفى انظروا إلى الأرقام هنا الهندية ثمانية وعشرين ثلاثين سبعة اثنانية واربعين واحد وعشرين ثلاثين أربعة عشر آه فعلى الراغب الذي إذا أردت الفائدة بهذا الخاتم تكون على طهارة وتحصين وإصراف الموانع وتخرج إلى الخلاء أو إلى القبلة تربع في مكان طاهر تصلي في أي وقت في اليوم الأول ركعتين لله تعالى الأولى بالفاتحة طبعا وصورة ألم الشرح ألم نشرح لك صدرك خمسة عشر مرة في الركع تعيد الصورة خمسة عشر مرة بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ضعرك ورفعك إلى آخر وفي الركعة التانية بالفاتحة وصورة القدر إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدريك ما ليلة بالبسم الله طبعا الفاتحة بالبسم الله وصورة القدر تهيى خمسة عشر مرة وتسلم ثم تكتب على الأرض طاهرة هذا هذا الجذول هكذا هذا الذي كان هذا الخاتم والمقصود في البيت الخالي هنا المقصود ديالك طالب ديالك هنا طالب هنا تكتب الطالب الطالب هنا الطالب ماذا تطلب مال أو زواج أو خير يكتب تكتبه وتستغفر الله مئة مرة واسم الدات سبعون ما هو اسم الدات الله 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 سبعون مرة والتصلية التصلية هي الصلاة على النبي يوم 32 مرة واسم الدات كذلك سبعون مرة والحوق على 250 الحوق على هي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 315 مرة ثم هذا الخاتم الذي بين كتفيه الذي كان بين كتفيه كتفيه الرسول صلى الله عليه وسلم لكتسا هاو الله وحده لا شريك له ها والله ها بحوله ناصرك ناصرك توجه حيث شئت فإنك منصور والله والله بحوله ها ماصرك توجه حيث شئت فإنك منصور هكذا تكتبه كنجين أكتاجين أكحالين أفلاجين أدعاجين أشنابين نبنين حيصورين توجه حيث شئت فإنك منصور فإنك منصور فعافني فعافي نفسي وعافي ولدي وعافي مالي وعافي بلدي بجسر النبي عافي جسري من كل ما يسوء مدى الأبد فعافي نفسي وعافي ولدي وعافي مالي وعافي بلدي بجسر النبي عافي جسري من كل ما يسوء مدى الأبد هذا يكتب على ورقة وتنظر فيه أو من الأفضل على الأرض على التراب طاهر وتنظر تنظر في هذا جيدا وعند الانتهاء قل يا رافع وضرب قل يا رافع وضرب وضرب هذا هذا الشيء في التراب من الأفضل في التراب وسوف ترى الأسرار وطلبك الذي الذي كتبت في وسط هذا الخاتم النذوي الشريف هنا يستجاب لك في الحين شريطة أن تكون محصنا وحدك ولا تقول لي لقد فعلته ولم يستجب لماذا؟ لأنك لا تحسن الفرائد أو لا تحسن الوضوء أو 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 أنت ترتار وتريد أن تبين للآخرين في تعليقات أنك فعلت ولم تستجب فالخطأ منك وليس مني يا ولدي اللهم صل وسلم وبارك وأنعم وتفضل وتكرم وتنعم وترحم على سيدنا وحبيبنا وعظيمنا ومولانا محمد محمد زين العابدين سيد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحابته وأزواجه وذرياته والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين صلاة تفتح لنا بها أبواب الفضل والتيسير وتغلق بها عنا أبواب الشر والتعسير وتغلق بها أفواه الذين يعلقون بدون علم والمتفيقهين والمتشدقين ولدنا وولدكم يا رب ارحمهم وارحمنا واغفر لنا ولهم ولدتنا احفظهم اللهم احفظ بلدنا ملكنا شعوبنا احفظ جميع أمة سيدنا محمد نجينا من الأمراض والأسقام والعلل اللهم ارحمنا رحمة شاملة واسعة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام